كشف الإعلامي رودي غاليتي المختص في سوق الانتقالات إن جلسة جديدة ستجمع مسؤولين سعوديين مع ملاك ليفربول يوم الخميس للبت بمسألة انتقال النجم المصري محمد صلاح لا نادي الاتحاد جدة وأكد غاليتي أن هناك اجتماعاً أخيراً يعقد صباحاً بين الاتحاد وليفربول من أجل تقديم عرض جديد كبير للتعاقد مع صلاح وقال الصحفي في حسابه عبر منصة اكسي المعروفة سابقاً باسمي تويتر أنه سيمثل الوفد السعودي اثنان من نادي الاتحادي واثنان من صندوق الاستثمار وممثل لوزارة السياحة السعودية ولم يكشف عن أي تفاصيل مالية غير التي تم ذكرها في وقت سابق يذكر أن صحيفة ديلي ميلي البريطانية تأكدت أن الوفد السعودي سيرفع عرضه لام مئتان مليون جنيه استرليني خلال الساعات المقبلة ويعتقد الوفد أن صلاح سيكون منفتحاً على الانتقال إلى الاتحاد وبحال تمت الصفقة مقابل مئتان مليون جنيه استرليني نحو 234 مليون يورو أو أكثر فإن محمد صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم متجاوزاً تكلفة صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جرمن مقابل مئتان واثنان وعشرون مليون يورو عام 2017 وكانت صحيفة ميرور كشفت أن يوربين كلوب المدير الفنية لليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح هذا الموسمة ولكن سيقبل ببيعه الصيف المقبلة وجدد صلاح البالغ من العمر واحد وثلاثون عاماً عقده مع ليفربول في 2022 وينتهي العقد الحالي في 2025 وانتقل الفرعون المصري من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل اثنان واربعون مليون يورو وسجل 188 هدفاً في 309 مباريات مع ليفربول كما صنع 81